نخش على هو عطول قطلي ان انت معاك نادي اللوقتي في ارمينيا مظبوط يعني ايه بقى معاك نادي في ارمينيا دي لأ اشرح لي كده ايه بص وحكيه الحكاية الحلوة دي عندنا لعب مصري عنده نادي في اوروبا يعني بتاعه يعني الموضوع ببساطة جدا انا واحمد رشوان احمد رشوان ده كان بلعب معايا كرة زمان واحنا عيال في امبي ووصل لحد عشرين سنة وبعد كده بطل يعني احنا ثلاثة انا ورشوان وفيمي راجل انجليزي من قص ناجيري خدنا نادي درجة تانية في ارمينيا الفكرة بدرجة تانية طبعا بالفلوس في ارمينيا ممكن تقل نادي درجة تالتة انا درجة اولى خدنا تانية علشان تقدر تسجل تلاتين لعيب اجنبي احنا دلوقتي عندنا 18 لعيب منهم اللي معروفين شوية للناس خليل نمار معروف لانه لاحب في الزمان 18 لعيب من مصر من مصر 18 لعيب بيعام معاكو في المصري اه اه معانا الباقي احنا كده رسميا بغض النظر انه ارمينيا مش كورة متقدمة في اوروبا بس احنا كده عندها 18 لعب موجودين في اوروبا بزبط بس ادي الفكرة ما هو الترانزيت في اوروبا الضعيفة ترانزيت انت بتحطهم هناك تمام اولا بتعملهم هايلايتس كويسة قوي الفيديو كويسة كواليتي في مصر لعيبة كويسة قوي بس الهايلايتس كلها لو تركت عليها مفيش حد هياخد لعيب من الفيديو ده فاهم حاجة انت ممكن افرجك على واحد بقول اي كلام بس بكواليتي حلوة هتتبسط صح هبيعلك البيع صح ممكن افرجك على الايب جامد جدا بس الفيديو مش هكمل الفيديو اه فالهدف من ده انك كمان تسوقهم بشكل كويس بالزبط الفكرة ان انت لو الايب ضرب معك في الريسيل زي صلاح هي دي الفكرة ده انا شايف ان دي حاجة غير ان هي اكيد كويسة للعيبة كويسة لنا كمان هو بيزنس زي ما يميدو كان بتكلم ما فترة ان العيبة الصغيرة لو حد ركز و انا بالمناسبة برضو شفت محمد اسماعيه كابت الحمد اسماعيه كان بتكلم معك في مداخلة الرجل ده برضو من الناس اللي ليها فضل عليها طبعا طبعا و امبي يعني انا الناس كابتنان محمدين كابتن قدم السرحضار اللي ارحمه كل الناس دي في امبي انا اه هبقى جيلها بعدين لما اتكلم على بدايتي في الكورة وكده فلما كان بس بيتكلم عليها حيث ان الناشئين لما قالك احنا جواهر جاية ايوه انا اللافذ ده عجبني و الراجل ده فعلا لو الاندية ركزت في الناس اللي عندها بس الاندية و المدربين بيكسلوا يعلموا و يدوروا و يشوفوا ما بقوش زي الاول يعني صحيح كلمة المهيب قالت دي انا مش مقتنع بيها طب انت التمنتاشر دول جبتهم ازاي او اخترتهم على اساس ايه جبتهم ازاي كان رشوان طبعا صاحب كل حاجة صاحب الفكرة هو رشوان اللي اقناعني بالموضوع من الاول لان رشوان بطل كديره بدري اوي كورة فكان عنده وقت ان هو يفكر في حاجة ريليتد للكورة لانه بيفهم في الكورة و يعنيه كويسة اوي حلو وبالمناسبة هو اللي ودى ابراهيم سعيد السويد وابراهيم بيبطل في اخر فترة وعمر زاكي ودىهم السويد دي كانت بدايته فبقى عنده علاقات كويسة في السويد الناس اطمنت له انه بودت لي اللعيبة جامدين اوي طبعا عمر ما راحش كان بيبطل خلاصه ابراهيم راح شوية ستشول ورجع فرشوان كلم اللعيبة الصغيرة اللي هم هو مقتنى اوي فيه لعيبة اسم صالح ناصر ده كان ده تخيل ان انت رونالدو وميتروفيتش رقم ثلاثة في سنة ثلاثة وعشرين في الطوب فايب صالح ناصر عيب مش هتتفعله وبين هم برضو اللعيبة ضحت ما بيقودش برضو سالاري كويس بس اللي عايشوا خدتوهم بتوديهم هناك بتسواءهم عندهم كان بيتابع يروحت فراجع على المطشاط وكان في حاجة القرونة الاهلي بتعملها وبطلوا بيعملوها لان اللعيبة كانت بتسواء وبتمشي من وراهم ان كانوا بيزيعوا لو تفتكت نادي الاهلي كان بيزيعها ما صوت الناشئين ودي حاجة عبكرية ما عرفش ازاي دي وقفت يعني هو المفروض انت الطبيعي يتسواء لعيبتك بس كانت اللعيبة في نادي الاهلي كأن النادي قابي سواءهم هم بيهربوا يعني مش ممضيهم عود فيه لعيبة مش ممضي عود فهو انت بتسواءه بس مش اللعيبة ما بيبقاش بتاعي بتستفيتش ما بتستفيتش بالزبط فلا مصر احنا عندنا لعيبة جامدة جدا بس الناس كان فيه امام محمدين كابتال امام محمدين رجل عظيم اسطورة كابتال امام محمدين لو شفت بطلع كام لعيب في الدوري ممتاز وجاب الناس كلها ازاي انا ممكن اعديلك اسماء مش طبيعية كل الناس احمد المحمدي شمامة مهدي اسلمان رامي صابري ابو جبل كل الناس يوالجابها كل هم صغيرين انا نسيت اكيد ناس كتير او اسلام عود في ناس كتير اوزيتها يعني طيب خطوة عظيمة ومحترمة جد